بسم الله الرحمن الرحيم سنلقى الضوء في هذا الجزء من المحاضرة على إعداد البناء التنظيمي والذي يشمل ألف مراحل بناء الهيكل التنظيمي حيث أن عملية إعداد البناء التنظيمي تمر بالخطوات التالية أولا تحديد الأهداف طويلة الأجل ثانيا تحديد أوجه النشاط المختلف لتحقيق تلك الأهداف ثالثا تحديد العمليات المطلوبة بكل نشاط رابعا تحديد الوظائف المطلوبة بكل عملية خامسا تحديد واجبات كل وظيفة سادسا تكليف الأفراد بالقيام بالواجبات الوظيفية سابعا منح الأفراد السلطات والمسؤوليات اللازمة لممارسة هذه الواجبات ثامنا توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتنظيم وأخيرا أعداد الخريطة والدليل التنظيمي والذي سيتم تنويلهما بالتفصيل فيما يلي الخريطة التنظيمية الخريطة التنظيمية هي رسم يوضح خطوط السلطة الرسمية في المنظمة والخريطة التنظيمية نوعان خريطة رئيسية هي التي توضح التنظيم الإداري للمنظمة بشكل عام وخريطة تنظيمية مساعدة أو فرعية هي التي توضح تنظيم إداري لإدارة واحدة داخل المنظمة كإدارة الإنتاج أو إدارة الأفراد أو الموارد البشري وغيرها بينما الدليل التنظيمي هو عبارة عن كتاب يحتوي على معلومات عامة مثل معلومات عن الوظائف، واجبات كل وظيفة، السلطات والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة، العلاقات بين الإدارات المختلفة مزاوى عيوب الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي أولا المزايا تتميز الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي بما يلي واحد، الدليل التنظيمي والخريطة التنظيمية تقدم مساعدة للقائمين بالعملية الإدارية على فهم طبيعة العمليات الإدارية والتفكير بشكل شامل في أعمال ونشطات المنظمة الأمر الذي يساعد على تجنب الإزدواجية في الواجبات أو التداخل في العمليات ويؤدي من ثم إلى بناء هيكل تنظيمي واقعي الميزة الثانية تقدم الخريطة والدليل التنظيمي بما تحتويه من معلومات مساعدة للمديرين في تحسس أوجه النقص في قدراتهم ومؤهلاتهم ومن ثم العمل على تطويرها من خلال الالتحاق بالبرامج التريبية الميزة الثالثة توضيح خطوات الترقية الإدارية للموظفين الميزة الرابعة تقدم الخريطة والدليل مصدرا هاما من المعلومات لجهات الاختصاص الرسمية أو للأفراد أو للمنظمات الخارجية وأخيرا تقدم الخريطة والدليل تنظيمي معلومات مفصلة عن أهم الواجبات التي يجب أن يرتكز عليها اهتمام المديرين والمسؤولين حولها بينما يمكن تناول عيوب الخريطة والدليل التنظيمي من حيث العيب الأول أن أولى العيوب الملاحظة في الخريطة التنظيمية والدليل هي السبات والجمود وطول الفترة التي تخضع عن المراجعة والتقويم وكثيرا من استمع مثلا من بعض الشكاو القائلة أنه رغم أن الأمور قد تطورت أما كانت عليهم منذ سنوات في المنظمة إلا أن نظام وشكل الإدارة وسياستها لم تتغير العيب الثاني من العيوب التي يمكن أن توجه للخريطة والدليل التنظيمي هي أنهما لا تظهر إلا الجوانب الرسمية فقط في التنظيم ففي الوقت الذي نجد أن تأثير منظمات غير الرسمية قد يكون عظيما بحيث أن ما هو مكتوب ومحدد في الخريطة أو الدليل التنظيمي لا يمثل الواقع الفعلي للعلاقات القائمة بين أطراف التنظيم أما العيب الثالث أن الخريطة والدليل التنظيمي لا تضمنان نجاح الممارسة الإدارية بالقر الذي يقدم فيه الوسيلة والمساعدة للمديرين والمرؤوسين في تفاهم طبيعة أعمالهم وحينما يعتبر المديرون أن الخريطة والدليل التنظيمي تمثلان قمة النجاح الإداري يصبح هذا التفكير من ثم عيبا من عيوب هذه الوسائل الإدارية التنظيمية بعد ذلك سنتناول تصميم الوظائف واستراتيجيتها تعتبر الوظيفة هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الهيكل التنظيمي للمنظمة وكلما اتسعت قاعدة الوظيفة واجباتها كلما نعاكث ذلك على شكل الهيكل التنظيمي والعكس صحيح ويعرف تصميم الوظيفة بأنه عملية تحديد مكونات الوظيفة والاسلوب الذي تؤدى به وعلاقتها بالوظائف الأخرى ويخضع تصميم الوظيفة إلى تأثير عاملين رئيسيين هما الجانب الفني للوظيفة والجانب الإنساني بما تحتويه من اختلافات بين الأفراد وسنطلح في هذا الجزء السؤال الأهم وهو لماذا وكيف يختلف تصميم الوظيفة تختلف الطريقة التي تصمم بها الوظائف من المنظمة الأخرى نظرا لتأثير بعض العوامل أهمها ألف مدى توفر الأفراد لأداء الواجبات المطلوبة ومستوى قراتهم باء الموارد الاقتصادية والأسليب المتاحة جيم تأثير الأنظمة والتشريعات الحكومية دال ظروف العمل والتكنولوجيا وأخيرا فلسفة الإدارة تجاه تصميم الوظيفة لكن كيف يختلف تصميم الوظيفة؟ نوضح فيما يلي أهم هذه الاختلافات بمعنى أن هناك أسباب تؤثر في تصميم الوظائف على نطاق المنظمة كما أن هناك أيضا اختلافات في الكيفية التي يتم بها تصميم الوظائف بمعنى مدى التنوع في المهام والتفاعل الاجتماعي للوظيفة حرية التصرف أو الرقابة في الوظيفة المسئولية والاستقلال درجة التعب والمجهود في الوظيفة أجواء العمل ومواقع العمل ووقت العمل لهذه الوظيفة سنبدأ في تناول استراتيجيات تصميم الوظائف سنتناول هنا الاستراتيجيات التي يمكن النظر إليها من قبل إدارة المنظمة في تصميم الوظائف تشمل هذه الاستراتيجيات أربع استراتيجيات رئيسة هي أولا استراتيجية التخصص الوظيفي ثانيا استراتيجية التدوير الوظيفي ثالثا استراتيجية التوسع الوظيفي وأخيرا استراتيجية الإثراء الوظيفي أولا استراتيجية التخصص الوظيفي التخصص الوظيفي يعني تبسيط العمل فالوظيفة الواحدة يمكن تفتيتها إلى عدة أجزاء يقوم بأداء كل منها وأداء كل جزء منها موظف مختص إن هذا التبسيط في رأي مهندس وخبراء التصميم سيؤدي إلى تحقيق فعالية الإنتاج في الأوجه التالية حيث أولا يمكن أداء الوظيفة مستوى منخفض من البهار البشرية وكذلك بأجل أقل ثانيا هناك إمكانية توفير عدد كبير من الأفراد لأداء مثل هذا العمل البسيط ثالثا إن تكرار أداء العمل مرة بعد أخرى يكسب القائم على هذه الوظيفة خبرة ومهارة قد تنعكس على زيادة إنتاجياته وتحسين نوعية الإنتاج رابعا انخفاض معدل الوقت اللازم للعمل المطلوب خمسا انخفاض معدل الوقت الضائع نظرا لعدم تحول العامل من وظيفة إلى أخرى بينما استراتيجية التدوير الوظيفي في هذه الاستراتيجية يعطى للموظف عملا محددا ومبسطا وبعد فترة معينة ينتقل إلى وظيفة أخرى والتدوير هنا يحقق المزايا التالية واحد المرونة في الإحلال اثنين مواجهة ظروف العمل السيئة وذلك في مصانع كالحديد والصلب أو العاملين في المختبرات الكيموية وغيرها ثالثا القضاء على الساء والملل بينما تنطلق استراتيجية التوسع الوظيفي من أن كلما كانت واجبات الوظيفة المبسطة والمتخصصة ثلاثة أو أربعة واجبات فإن هذه الواجبات يمكن أن تزاد إلى عشر أو خمسة عشر واجبا في وظيفة مهنية معينة والاستراتيجية الأخيرة وهي استراتيجية الإسراء الوظيفي هي ستعطى لحامل الوظيفة المعلومات الكافية بحيث يستطيع هو أن يتخذ القرارات فيما تعلق بواجباته ومراحل أداء الوظيفة ومراقبة نفسه دون الحاجة إلى إشراف وفي بعض الأنواع المتطورة من هذا الإسلوب قد يصل مدى الحرية والاستقلالية إلى الحد الذي تكون فيه مسؤولية تنظيم العمل وتخطيطه وإنجازه هي من اختصاص فريق العمل